نحاول الآن الغوص في بحر الصهيونية المتلاطم وسبر أغوار الشخصية الصهيونية للوقوف على أهم أهدافها من غزوها لعالمنا الإسلامي ونرى أن أهداف الصهيونية تتجه إلى اتجاهين رئيسين الاتجاه الأول هو الأهداف الدينية التي تروم دوما إلى إسقاط الإسلام من نفوس أتباعه والأهداف الدينية تتبلور في إثارة الحماس الديني بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم لماذا؟ لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة التي حصلوا عليها من وعد بلفر سنة 1917 كما أن من بين تلك الأهداف الدينية حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائل اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية وأيضا إثانة الروح القتالية بين اليهود والعصبية الدينية والقومية لهم أما عن الهدف الثاني الرئيس من أهداف الصهيونية فهو الهدف السياسي والذي يتراكم بهذه الأحداث منها التعاون مع الاستعمار لتحقيق أهداف سياسية في العالم الإسلامي ومنها تمزيق وحدة المسلمين والعرب والحيلولة دون وحدة العالم الإسلامي بالفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا أيضا تتمة الغزو الثقافي للعالم الإسلامي وذلك بتدمير كل القيم والأنظمة والأخلاق ونقل أسلوب الإلحاد والإباحية والتسلط أيضا من الأهداف السياسية العامة السيطرة على العالم وكذلك العمل على تغويد فلسطين ورابعا تدويل الكيان الإسرائيلي في فلسطين عالمية أيضا من أهم أهداف الصهيونية السياسية في المنطقة العربية والإسلامية متابعة وتنفيذ المخططات اليهودية العالمية السياسية والاقتصادية خطوة بخطوة أيضا توحيد وتنظيم جهود اليهود في جميع أنحاء العالم لماذا؟ للعمل على تحقيق أهدافهم العامة وهي بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ترجمة نانسي قنقر